أريد أن أسأل سؤال ماذا سيحدث لغير المسلمين الذين لم يتعرفوا على الإسلام مطلقا؟ وماذا إذا قال غير المسلم أن معجزات عيسى أكبر من التي قام بها محمد؟ الأخط سألت سؤالين الأول هو ما هو مصير غير المسلم الذي لم يتعرف على الإسلام أبدا؟ والثاني إذا قال غير المسلم أن المعجزات التي أتى بها عيسى عليه السلام هي أعظم ماذا سيحدث له؟ بالنسبة للنقطة الأولى إذا أتى غير المسلم وأخبرني أنه لم يتعرف على الإسلام هذا صعب أن يحدث اليوم في عالم العلم والتكنولوجيا والمعرفة لربما إذا سألت هذا السؤال منذ خمسون سنة لكان منطقيا أو ممكنا اليوم في عصر العلم والتكنولوجيا وخاصة وسائل الإعلام التي تنشر الفهم الخاطئ عن الإسلام فأنت معرض للإسلام وقد يكون الإسلام الخاطئ ربما الإسلام المزيف الذي فيه المسلمون إرهابيون وفيه المسلمون أصوليون والإسلام دين القتل وأنه يهين المرأة ويستعبدها ربما يتعرفون على الإسلام لكن الإسلام الخطأ هو الذي يعرفونه الآن ماذا سيحدث لغير المسلمين الذين لم يتعرفوا على تعاليم الإسلام الصحيحة؟ أنا أشعر أنه إذا سمع غير المسلم أو أي شخص شيئا في الإعلام فيجب أن لا يعتبره أمرا مسلما به يقول القرآن في صورة الحجرات الصورة رقم 49 آية رقم 6 عندما تصل إليك معلومة يجب أن تتأكد منها قبل أن تمررها إلى شخص آخر عندما تصل إليك معلومة فإنه من المهم أن تتأكد فيما إذا كان الشخص مصيبا أم مقطع إن جاءكم فاسق فتبينوا أما بالنسبة لرسالة الإسلام ماذا إذا كان غير المسلم يعيش في جزيرة مثلا؟ أو في تنبكتو أو في مكان ما حيث لا يملك أي معرفة للإسلام أو عن الإسلام أولا فإنه من واجب كل مسلم أن ينقل الرسالة لغير المسلمين ثم بغض النظر عن نقله الرسالة أم لا فإن الله تعالى يقول في صورة فصلة الصورة رقم 49 آية رقم 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق قريبا سنريهم علاماتنا في أبعد أماكن في الأفق حتى يصبح واضحا لهم أن هذا هو الحق يقول الله أنه سوف يري الآيات والعلامات لكل واحد من البشر قبل أن يموت سوف يريهم آياته في أبعد أماكن في الأفق متى يتضح لهم أن هذا هو الحق؟ فقد تولى الله تعالى مسؤولية توصيل هذه الرسالة بنفسه إلى جميع البشر سواء ولد في عائلة مسلمة أو غير مسلمة أو ولد في أرض إسلامية أو غير إسلامية لهذا السبب عندما كانت هناك دراسة بحسية في الخمسينيات على قبيلتين والآن هاتين القبيلتين قبيلة الكاباوكو والسكان الأصليين لإستراليا فإن هاتين القبيلتين لم يتواصلوا مع الحضارة الحديثة حتى عام 1950 عندما ذهب الباحثون وحاولوا استكشاف طريقة معيشتهم هؤلاء القوم كانوا يؤمنون بأن الإله واحد وأنه وحده من يجب أن يعبد وأنه لم يلد أحدا وكانوا يقومون بالسجود العبادة لذلك الإله كان كل شيء في الإسلام ما عدى الإسم فعندما لا يكون هناك تأثيرا خارجيا على الإنسان فإنه يخضع إرادته لله لذا قال حبيبنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أنه ما مولود إلا ويولد على الفطرة كل مولود يولد على الدين الفطري فإنه يولد مسلما قال حبيبنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن كل طفل يولد مسلما ومسلم تعني شخصا يخضع إرادته لله لاحقا هذا الشخص قد يتأثر بوالديه أو معلميه أو أجداده وقد يبدأ عبادة النار أو عبادة الأصنام ومن ثم ينحرف إلى الطريق الخطأ لذلك فإنه عندما يدخل غير المسلم في الإسلام فإن أفضل ما يقال عنه أنه رجع أو عاد فقد كان مسلما وولد مسلما ثم تم تحويله إلى دين خطأ ثم عاد مرة أخرى إلى الإيمان الأصلي ألا وهو الإسلام إذن فالكلمة الصحيحة هي الرجوع إلى الإسلام ولد المسيحي وواحد ولد لمسيحي وواحد ليهودي وواحد لهندوسي وعزلت هؤلاء الأطفال بشكل تام من أي تأثير خارجي عندما يكبرون إذا حاولت معرفة نمط حياتهم فإنه لن يكون غير الإسلام فقد بعد التأثير الخارجي هم بدأوا بالانحراف وبدأوا عبادة الأشياء الخطأ وحملوا أفكار خاطئة وهذا مثبت علميا بالإضافة إلى ذلك يا أختي وبالنسبة لسؤالك الثاني أنه إذا كان هناك شخص ينتمي للإسلام ويعتقد أن المسيح فعل المعجزات أنا موافق أن المسيح فعل معجزات ولكن يا أختي ليست المعجزات هي الإختبار إذا كنت تؤمنين بالمسيح عليه السلام وإذا قرأت الإنجيل يقول المسيح عليه السلام في إنجيل متى الأصحاح 24 العدد 24 لأنهم سيظهر الكثير من الدجالين ومدعي النبوة وسوف يقومون بعجائب ومعجزات وسيغدعون أفضل الناس إذا كان ذلك ممكنا إذا المسيح عليه السلام يقول أن المعجزات ليست هي الإختبار هذا يعني أن المسيح عيسى عليه السلام يقول أن المعجزات ليست هي المعيار المعجزات لا تجعل من الشخص إلها المعجزات لا تجعل الشخص خارقا لأن كل المعجزات التي فعلها الرسل كانت قد فعلت بواسطة الله عز وجل كل المعجزات كل المعجزات التي فعلها موسى وهي شق البحر مثلا وعندما رمى العصر فتحولت إلى أفعى كلها تم فعلها بأمر الله تعالى كل المعجزات التي قام بها عيسى عليه السلام تم فعلها من قبل الله تعالى نفس الشيء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام شق القمر تم عمله بواسطة الله تعالى أقول لك أن الإسلام هو الدين الوحيد غير المسيحي الذي يجعل الإيمان بالمسيح عليه السلام جزءا من الإيمان المسلم لا يكون مسلما إذ لم يؤمن بالمسيح إيسى عليه السلام نحن نؤمن أنه كان من أكثر رسل الله عز وجل قوة نحن نؤمن أنه كان المسيح نحن نؤمن أنه ولد إعجازيا بدون تدخل ذكوري هذا ما لا يؤمن به الكثير من المسيحيين الجدد نحن نؤمن أنه كان يحيي الموت بإذن الله نحن نؤمن أنه كان يبرغ الأكمه والأبرص بإذن الله المسلمين والمسيحيين يسيرون معا ولكن قد يسأل شخصا ما أين مفترق الطرق مفترق الطرق هو أن أغلب المسيحيين يؤمنون بأن المسيح عيسى عليه السلام ادعى الربوبية في الواقع إذا قرأت الإنجيل فإنه لا توجد عبارة واحدة واضحة التأويل في الإنجيل كله يقول فيها المسيح عيسى عليه السلام بنفسه أنا الرب وعبدوني إذا أمكنك يا أختي أن تشير إلى عبارة واحدة واضحة التأويل ولا غموض فيها في أي نسخة من الأناجيل يقول فيها المسيح عيسى عليه السلام أنا إله تعبدوني فأنا مستعد لاعتناق المسيحية اليوم في الواقع إذا قرأت الإنجيل فإن المسيح عيسى عليه السلام يقول في إنجيل يوحنى الإصحاح أربعة عشر العدد ثمان وعشرون إن أبي أعظم مني وفي إنجيل يوحنى الإصحاح عشر العدد تسع وعشرون أبي أعظم من الجميع وفي إنجيل متى الإصحاح إثنى عشر العدد ثمان وعشرون أنا أخرج الشيطان برؤوح الله وفي إنجيل لوقاء الإصحاح إحدى عشر العدد عشرون أنا كنت أخرج الشيطان بإصبع الله أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا بنفسي فأنا أحكم كما أسمع وحكمي عادل لأنني لا أسعى لمشيئتي بل مشيئة الله تعالى أي شخص يقول لأنني لا أسعى لمشيئتي بل مشيئة الله تعالى فإنه مسلم المسيح عيسى عليه السلام هو مسلم هو لم يدعي الربوبية أبدا هو لم يقل أنه هو الله تعالى هو يذكرها بوضوح في إنجيل يوحنى الإصحاح أربعة عشر العدد أربع وعشرون إن الكلام الذي تسمعونه ليس كلامي بل كلام والدي الذي أرسلني مذكور في إنجيل يوحنى الإصحاح سبعة عشر العدد الثلاث هذه الحياة أبدية لكي تعرفوا أن هناك إله واحد وأنه أرسل المسيح عيسى إنه مذكور بوضوح أن المسيح عيسى كان رسولا ومذكور في إنجيل متى الإصحاح تسعة عشر الأعداد من ستة عشر إلى ثماني عشر أيها المعلم الصالح ما هي الأشياء الجيدة التي يجب أن أفعلها لكي أحصل على حياة أبدية فقال له المسيح عيسى عليه السلام لماذا تدعونني بالصالح قال صالح وليس إله حيث أنه هناك صالح واحد فقط وهو الأب في الجنة وإذا أردت الحياة الأبدية فاحفظ الوصايا لم يقل المسيح عيسى عليه السلام أنه إذا أردت أن تدخل الجنة عليك الإيمان بأني إله ولم يقل له أن يؤمن بأنه مات على الصليب لأجل خطايات ولكن ما قاله إذا أردت الحياة الأبدية وإذا أردت نكون الجنة فاحفظ الوصايا وهو مذكور بوضوح في سفر أعمال الرسل الإصحاح 2 العدد 22 يا رجال إسرائيل فلتستمعوا لهذا يسوع الناصري هو رجل قد وافق عليه الله من بينكم بعجائب ومعجزات فعلها الله بيده وقد شهدتم عليها ماذا تقول يسوع الناصري رجل وافق عليه الله من بينكم بعجائب ومعجزات وآيات صنعها الله بيده وأنتم شهدتم عليها بخصوص سؤالك عن المعجزات ماذا يقول الإنجيل سفر أعمال الرسل الإصحاح 2 العدد 22 رجل قد وافق عليه الله من بينكم بعجائب ومعجزات وآيات فعلها الله بيده وقد شهدتم عليها إذن كل الفضل يعود لله تعالى والمسيح عيسى كان رجلا وكل المعجزات التي تمت كانت بواسطة الله تعالى فكل المعجزات التي قام بها الرسل تمت بواسطة الله تعالى وأتوا ليشهدوا بأنه إله واحد والمسيح عيسى قال أيضا في إنجيل يوحنى الإصحاح 16 العدد من 12 إلى 14 لدي الكثير لأقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون تحمله الآن لأنه هو روح الحق عندما يأتي سوف يرشدكم للحقيقة الكاملة فلن يتكلم من نفسه بل سيتحده بما يسمعه وسوف يمجدني والآن هذه النبوءة لا تتنبأ إلا بآخر الرسل وخاتمهم ألا وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام إذن إذا كنت مسيحية حقا وتؤمنين بالمسيح عيسى عليه السلام فقد قال المسيح عيسى عليه السلام لدي الكثير لأقوله لكم ولكنكم لا تستطيعون تحمله الآن لأنه هو روح الحق عندما يأتي سوف يرشدكم للحقيقة الكاملة فلن يتكلم من نفسه بل سيتحدث بما يسمعه وسوف يمجدني هذه النبوءة لا تتنبأ إلا بآخر الرسل وخاتمهم ألا وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام فإذا كنت مسيحية حقا عليك الإيمان بآخر الرسل وخاتمهم وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بعد مرور حوالي عشرون دقيقة عادت الأخت إلى الميكروفون لتوضح بعض الأمور هل لدينا أي أسئلة أخرى في قسم السيدات؟ السلام عليكم أنا أريد فقط أن أقول لدكتور ذاكر أنني في الحقيقة عدت للإسلام وأنا كنت فقط أسأل الأسئلة بخصوص تمسكي بقواعد الدين في احترام عائلتي وأصدقائي وأريد فقط أن أقول سبحان الله ولا أسئلة